السلام عليكم ورحمة الله السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج كيفية السعي بين الصفا والمروة في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجه صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنى من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فوحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ثم مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم على الصفا ما هي شروط السعي أيها الإخوة والأخوات يشترط في السعي أن يكون سبعة أشواط فلا يصح أقل ويشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فيكون سعيه من الصفا إلى المروة شوطا ثم من المروة إلى الصفا شوطا آخر وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط فيكون آخرها بالمروة الأول إذا نبدأ من الصفا وننتهي بالمروة الروح الشوط والرجع الشوط ملاحظات إذا بدأ بالمروة قبل الصفا هذا الشوط لا يعتد به ولكن يبدأ العد من الصفا ثانيا اشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف لابد أن يكون بعد طواف لكن الراجح هو عدم اشتراطه في الحج يوم النحر لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج لكن في سعي العمر ربما قد يصح هذا القول بأنه لا يكون السعي إلا بعد طواف ثالثا يجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط فيه الموالاة يعني بينه وبين الطواف يعني ممكن أن يطوف ويؤجل السعي بعد الطواف إلى العشاء مثلا قال إمام أحمد لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي لأن الموالاة معناها المتابعة بين الأشواط بحيث لا يفصلها شيء خامسا لا يشترط الطهارة للسعي يعني السعي ما بده وضوء وإن كان ذلك أفضل الأفضل أن يكون متوضع لكن لو انتقد وضوءه يكمل ما عليه شيء بل يجوز للحائض والنفساء أن تسعى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها سادسا السعي يكون بالمشي بين الجبلين صفى والمروى لكن يسعى سعيا شديدا بين العالمين في ضوءين أخضرين علمين خطين خضر يسعى بينهما سعيا شديدا وهما الميلان الأخضران في بطن المسعى وهذا خاص بالرجال دون النساء الرجال يسرعون النساء لا يسرعن سابعا ليس هناك أدعية معينة أثناء السعي غير ما ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم على الصفى وعلى المروى بل يدعو الحاج يعني بما شاء يدعو لأهله للمسلمين لأحبابه يقول لا إله إلا الله يسبح يكبر ممكن يقرأ القرآن دون الالتزام بدعاء معين هناك تنبيه القارن والمفرد يكفيه هذا السعي فلا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة إذا سعى بعد طواف القدوم لأن الحج له سعي واحد أما المتمتع فإنه يلزمه أن يسعى سعيا آخر بعد طواف الإفاضة والطواف يكون الحلق أو التقصير بهذا يكون حديثنا قد انتهى عن السعي بين الصفى والمروى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم